الجيش الإسرائيلي يطبق الحصار على مناطق في شمال قطاع غزة وخاصة بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا فيما أفادت وسائل وإعلام فلسطينية بمقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو عشارة آخرين فجر الأربعاء في قصف للطيران الإسرائيلي استهدف منزلاً قرب البرج الإيطالي في منطقة حي النصر غربي مدينة غزة شهود عيان تحدثوا عن عمليات نصف وتدمير كبير لمنازل في مخيم جباليا وفي شمال غربي المنطقة كما قصفت زوارق حربية إسرائيلية سواحل بحر مدينة غزة وكثف الجيش الإسرائيلي من قصفه بالمدفعية جنوب حي الزيتون وحي الصبر جنوب مدينة غزة في حين أطلقت المسيرات الإسرائيلية كواد كتر النار في أجواء المناطق الشمالية الغربية للقطع وبحسب الشهود فإن القصف المدفعي العنيف لم يتوقف منذ ليلة الماضية على طول المناطق الشرقية لمحافظة وسط قطاع غزة كما استهدفت غارة جوية عنيفة محيطة المستوصف الحكومي شرقي المغازي واستهدفت المدفعية الإسرائيلية شمال مخيم النصيرات وفي جنوب القطاع فادت مصادر ميدانية بمقتل شخصين اثنين وإصابة آخرين في قصف للجيش الإسرائيلي استهدف مناطق قريبة من صوف شرقي مدينة رفح بدورها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في التقرير الأحصائي اليومي لعدد الضحايا وصول خمسة وستين قتيلاً ومائة واربعين مصاباً إلى المستشفيات خلال أربع وعشرين ساعة من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع الوزارة أضافت في تقريرها الأربعاء بأن ما لا يقل عن اثنين واربعين ألفاً واربعمائة وتسعة فلسطينيين قتلوا وأصيب تسعة وتسعون ألفاً ومائة وثلاثة وخمسون آخرون في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر العام الماضي من جهته قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة مونير البرش إن ثلاثمائة وخمسين قتيلاً ومئات الإصابات هي مجمل ما وصل مستشفيات شمال القطاع خلال أحد عشر يوماً مع السمرار الهجوم الإسرائيلي على جباليا مضيفاً أن عدداً من الجثامين بقي في الشوارع والأزقة ولا تستطيع الطواقب انتشالها